شكرا متعزل رواجد الآن نختم المجلة بحديث عن الكارتين الأردنية التي لطالما تألقت وتلألأت في سماء الإنجاز العالمي والأولمبياد حديثنا اليوم سيكون مع بطلين من بطولتين مختلفتين نرحب بالدكتور عبد الرحمن المصاطفة الحائز على الميدالية الفضية في الدور العالمي التي اختتمت في البرتغال وأيضا ببطلنا الصاعد سيف الدين بني فارس أيضا حائز على برونزية في الدور العالمي للناشئين التي جرت في قبرص الحمد لله السلامة الله سلمك رب وعنتم بخير انتبه الخير رب عبد الرحمن انت ما شاء الله شهر زمان بصير طبيب ان شاء الله بإذن الله يا ما شاء الله جمعت الرياضة مع الطب وان شاء الله نشاهدك طبيب أيضا متميز كما هو الحال في الكارتي والله الحمد لله رب العالمين هذا توفيد من رب العالمين ودعم من والدي الحمد لله رب العالمين يعني الطريق اللي أنا مشاهدة مكان لوحدي كان وهل دعم من أسرتي أبوي وأمي والعيلة يعني والحمد لله رب العالمين انه يعني انه ثمرة الجهد بالتعب شفنا يعني الحمد لله رب العالمين يعني كيف هي الخلطة عبد الرحمن يعني دراس الطب نعرف الطب صعوبة الدراسة والالتزام وانت يعني عوشك للتخرج وأيضا نجاح في الكارتي السفر التدريبات في كيف جمعت هذا اللي وماشاء الله عاشر على توجيه انت كنت ماشاء الله عم استنوعلك كيف جمعت بهذا شو الخلطة السحرية اللي خلتك متفوق دراسيا في دراس الطب وأيضا متفوق رياضيا والله يشوف دائما هذا السؤال دائما نسأله بس يعني هما في خلطة سحرية هو يعني الانضباط الالتزام وتوزيع الجهد أنا دائما بركز على الدور الثلاث أشياء ودائما دائما بركز على كلمة الشغف الإنسان اللي عنده شغف بيبدأ بالإشي اللي هو فيه يعني طول ما أنت بتحب الإشي اللي أنت بتسويه أنت قادر مية بالمية تتكيف مع الظروف اللي أنت موجود فيها قادر أنك أنت يعني خلينا نحكي توازن بين الشغلتين فدائما الناس بتحكي العبد الرحمن أنت كيف الجواب واضح يكون عندك رغبة وشغف ودافع للإشي اللي أنت بتسويه ويكون عندك التزام وانضباط فقط لا خير ما تعطى لدراستك مرة ما أجلت ما عملت آه صراحة يعني أنا المفروض أن أكون متخرج حاليا لكن كم تأخرت؟ تأخرت سنة سنة آه يعني جلست مع الكابتن محمد البرهيم وقال لي عبد الرحمن إذا بتقدر يعني تأجل سنة بحيث أن وتوقع عشان استحقاقت أولمبياد عشان كان عندنا أولمبياد فقال لي عبد الرحمن يعني لو تقدر تأجل سنة عشان تتفرغ أكثر يعني يعني تكون من تبهمية بالمية مركزين بس الحمد لله رب العالمين يعني بفضل الله أكرمنا ربنا في الأولمبياد والحمد لله هنا أنا يعني أقل من شهر إن شاء الله بتخرجين إن شاء الله نرحب أيضا بضيف الثاني سيف الدين بني فارس ما شاء الله وزن تحت 76 كيلو جرام وحرصة برونزية كم لك بعالم الكاراتي؟ أنا أصلي بلعب 12 سنة 12؟ من عمري 5 سنين بلعب كاراتي فأصلي 12 سنة بلعب كاراتي ما شاء الله ما زلت على المقادة الدراسة؟ آه طبعا أكيد أول ثانوي؟ أول ثانوي علمي آه؟ أجمي حابة تكمل دراسة مثل كيف تعالرحمن؟ آه إن شاء الله إن شاء الله حابة تكمل طب؟ طب أسنان طب أسنان؟ إن شاء الله ما شاركونا طبيب وطبيب أسنان إن شاء الله وأبطال بالكاراتي هذا أكيد يعني شيء مفتخر فيه آه سيف حديثنا عن مشاركتك بقبرص عن مشارك فيها وكيف كانت البطولة؟ البطولة بشكل عام أكيد حتكون بطولة قوية لأنها استعداد لبطولة العالم في آخر السنة نعم وأكيد كل الدول حتجهز لعبتها عشان تشارك في البطولة العالم لآخر السنة فكان فيها عدد كبير من اللعيبة كان مشارك 1500 لاعب وأكثر من 51 دولة نعم فكانت بطولة فيها عدد كبير من اللعيبة وكان فيها ندية عالية بالمنافسات يعني كل وزن بتلاقي فيه مصنفين على العالم كل شجرة بدك تلاقي من دول كبيرة فكان مشوار يعني مش سهل بدت مشواري أول مباراة لعبت ست مبريات أول مباراة لعبت مع اللاعب السلوفاكي فست على المنتجة 8-1 المباراة اللي بعدها لعبت مع اللاعب القبرصي صاحب الأرض صاحب الأرض طبعا نعم فست عليه خمس ثلاث ماشا البعديها لعبت مع اللاعب من البوسنا والهرسك فست عليه نتجة 7-1 بعدين المباراة مع المصري طبعا المصريين معروفين هم مصنفين أول عالم من ناشئين وشباب فهم يعني وبرده كان مصنفين بالبطولة هاي كانوا أخذوا الأول برضه على البطولة فكانت هي تقريبا أصعب مباراة يعني قدرت أتغلب عليه بنتجة 3-0 بالمناسبة إحنا التقينا مع مصر يمكن بالبطولة كجميع اللاعبة التقينا معهم ست مرات نعم إحنا فزنا أربع من أصل ستة فهذا يعني دليل كبير إنه إحنا مشيين بالطريقة الصحة تبعنا قد قلنا صور مع والدك موجود الآن بالقلير موجه له تحية شو دور الأهل بدعمك وتوفير سبل النجاح سواء للدراسة أو توفيق بين الدراسة وبين الرياضة الأهل لهم دور كبير يعني بيتحملوك في وقت ضغط ووقات المعسكرات والتدريب فكان لهم دور كبير يصراح بوجه لهم تحية من هون إن شاء الله عبد الرحمن أيضا مدالة فضية لعبتها أخذتها في الدور العالمي حدثنا عن هذه المشاركة أيضا وأعتقد قريب جدا من مدالة ذهبية نعم طبعا مشاركتنا في بطولة البرتغال كانت هي الجولة الثانية من الدور العالمي كانت الجولة الأولى اختتمت في الفجير في الإمارات والجولة الثانية كانت في البرتغال بفضل الله يعني كانت دور العالمي هي من أقوى البطولات حاليا في العالم في الفجيرة شو كان النتيجة؟ في الفجيرة حصل زميل عبد الله حمال على المدالية الذهبية نعم وحسن المصارو على المدالة البرونزية وأنا حصلت على المركز السابع نعم ماشاء الله نقل من السابع للترفس على الذهبية نعم الحمد لله يعني في البطولة هذه اللعبت مع لعبين مصنفين الحمد لله رب العالمين قدرت أوصل للفاينل السنة الماضية تقريبا لابت في بطولة الدور العالمي وحصلت برضو على المدالة الفضية بعرفش يعني مش نحس بس يعني أنا مش موجود هون بغرض أن أحكي عن التفاصيل التحكمية هذا مش موضوعي لكن إحنا كلاعبين نحاول نعمل أقصى معنا والنتيجة هي عند رب نعم بس بدي أوجه تحية كبيرة لمدربي الكابتن محمد ابراهيم على جهوده الطيبة والجهاز الفني وكل الناس اللي كانت إلهى دور في الإنجاز ودكاتريتي في قليلة الطب يعني هم كانوا يعني بالفترة الأخيرة كان عندي دوام في المستشفى لكن دكاتريا يعني سعاونوا معك تعاونوا معي فأنا بوجه لهم شكر كبير أكيد نحن نوجه تحية لأي شخص بنجح وبيسر عمل أبطالنا لأنه هو يمثل الوطن سيف شو طموحك الآن في الكاراتي إن شاء الله والتوجيه رح توقف ولا رح تكمل دراسة ولعب بنحاول نوافق بين الكاراتي ودراسة بس طموحي حاليا هو بطوة العالم اللي هي بأخر السنة نعم حكيت قبل وحكيت سكمان حلمي كان أكون بطل عالم وإن شاء الله رح أسعب راهض الحلم يعني إن شاء الله إن شاء الله أتوقع لأولمبياد باريس ما في كاراتيه ولا الأمور ما زرت مبهمة والله للأسف يعني مش موجودة بشكل رسمي أتوقع يعني أعلنوها بشكل رسمي إنه مش موجود الكاراتيه نعم للأسف يعني ل لي نعم أيضا عمد الرحمن يعني ما شاء الله شاركت في أولمبياد شاركت في بطولات عالم ودور عالمي الآن شو طموحك أكثر هل ما زلت في شيء يعني بنفسك لسه ما حققته في الكاراتي والله يعني خلينا نحكي أن الرياضة دائما بتحث الشخص أو خلينا اللاعب للمزيد أكثر بفضل الله رب العالمين عندي مداليات في الأولمبيات وفي الدور العالمي لكن أنا بالنسبة لي يعني طموحي في بطولة العالم يعني هذا هدفي أنا الأسمى بصراحة في الكاراتي متى في بطولة العالم قريبا؟ بطولة العالم إن شاء الله سنجي لكن صديقي إحنا عشان نوصل للهدف يكون تخرج أمورك ناسي يعني الدراسة يكون همها غفرتك يعني أنا حاليا متحمس يعني ما بين ضغط وتوتر لأن الامتحانات الفاينال يعني تقريبا أقل من أسبوعين نعم وحماس عشان التخريج إن شاء الله نعم لكن صديقي اللي أنا بدأ أقول لك يا الشاهد في الموضوع إنه إحنا عشان ننجز أكثر عشان يعني خليني نحكي يعني نوصل للإشي اللي بدنا براحة المفروض يكون في إنا دعم يعني خليني نحكي الدعم بكل صراحة يعني مش يعني خليني نحكي جد الحدث اللي احنا كنا فيه خصوصة الأولمبيات وأنا بحكي زي هيك عشان احنا بدنا نرقب الرياضة الأوردنية عرفت عليك كيف فاحنا بدنا يعني نكون يعني يعني يكون في دعم يعني مناسب حتى احنا نوصل له هدفنا بشكل أحسن تستحقه كالدكتور وأيضا أنه يعني عندما تأتي المداليات ويتم رفع عالم الوطن في بطولات يجب دعم صح هذا الرياضة ورياضة الفردية نعرف فيها مدخل إلى الرياضات وإحنا بالأولمبيات حصلنا على المداليات بالرياضة الفردية القتالية صح صح سواء بتاكونه أو بالكراتي فإن شاء الله أنه يعني ساتك تصل وتجد وزملائك وكل الأبطال المبدعين دعم من الجهات المقدمة نعم يعني احنا بيستنزف فقط مننا من دراستنا مع قادتنا مع أهالينا يعني أنا قبل ما أطلع الأولمبيات والله العظيم يعني كنا في معسكر في مصر وفيه شو هذا هذا الحكي كنت يعني كان تمريننا إحنا الفرد التوقيت ما بين توكيو وتوقيت مصر تقريبا سبع ساعات كنا نتمرن التمرين الأول الساعة ثلاثة الفجر بحيث أنه نحن نعكس الساعة البيولوجية نعم فأنت متخير يعني جديش التطحيات اللي احنا منسويها وكان عندي امتحانات فاينل في السنة الخامسة فكنت أتمرن أقدم امتحاناتي وأرجع تمرن يعني كل هذا بيستنزف فقط يعني إن شاء الله إحنا بنا بدنا دعم يعني تستاهلوا تستاهلوا دكتور عبد الرحمن مرة ثانية نباركك تخرج مسبقا إن شاء الله بعد شهر تفرح فرحة الكبيرة إن شاء الله إن شاء الله والحمد لله على السلامة الله يسلمك ومبارك المدالة الفضية كل عانتوا بخير وأيضا سيف الدين إن شاء الله مشاهدك بطل متميز في فئة الكبار إن شاء الله وتحرز المداليات والإنجازات اللي نردونا الله يعطيك العافية وكل عانتوا بخير وإنت بخير شكرا عياك الله إلى هنا عزائي المشاهدين نأتي لختام هذا العدد من المجلة الرياضية الشكر للزملاء اللي حاضرين أستاذنا محمد قدر حسن وأيضا محمد العماير ومحمد الأدهم وأيضا حسن المومني وكل فرد العمل بقيادة المخرجنا محمد الذنبات لكم أجمل تحية وكل عام تبخير محمد الأدهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة